إلى محطته الثالثة عشرة ينطلق قطار أستانا وسط تغيرات ميدانية وسياسية تحاول المعارضة استغلالها لأهداف ثغرة تغير الجمود في الملف المتعثر منذ عدة سنوات العاصمة الكزخية نور سلطان تحتضن يومي الأول والثاني من آب مباحثات أستانا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكزخية بمشاركة وفدين مراقبين من لبنان والعراق لأول مرة إضافة إلى مشاركة الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا وبوجود وفد من الأمم المتحدة ما يمنح أستانا مساحة شاملة لحوار قد تجعله بديلا عن مسارات جنيف المنسية الجولة الحالية ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا وخاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية إجبار نظام الأسد على تفاوض غير مشروط مقابل رفع سقف متطلبات المعارضة مبني على النجاحات العسكرية التي حققتها فصائل المعارضة في إدلب حيث تمكنت بدعم تركي من صد محاولات النظام اقتحام خطوط الدفاع الأولى في إدلب وأجبرته على إيقاف حملته العسكرية بعد تكبيده مئات القتلى والجرحى من قوات نخبته والميليشيات الداعمة له حساسية الواقع الإنساني في إدلب المتمثل بوجود نحو أربعة ملايين مدني ربما سيجعل الأمم المتحدة تبدي موقفا أكثر جدية لتجنب كارثة إنسانية فيما لو اشتعلت حرب شاملة بين نظام الأسد والمعارضة قضية اللاجئين السوريين في لبنان والتضييق عليهم ستكون حاضرة في محطة أستان الحالية وذلك باستغلال وجود الوفد اللبناني المراقب بينما تبقى مسألة اللجنة الدستورية على رأس أولوية وفد المعارضة إذ أن إنجاح تشكيلها سيكون منطلقا لمسار سياسي ينهي ديكتاتورية نظام الأسد ويفتح الطريق لمساحة من الديمقراطية تؤسس لسوريا حرة طال انتظارها ودفع ثمنا لها أكبر مأساة عاشها السوريون منذ أكثر من ثماني سنوات اشتركوا في القناة